من مخيم جنين ينضم لنا مرسلنا فادي العصى أهلا بك فادي كيف تبدو الحالة الإنسانية في مدينة جنين ومخيمها في ظل الحصار المتواصل الذي تفرضه قوات الاحتلال على المدينة والمخيم وأخبرنا كذلك عن حالات النزوح التي سجلت هذا اليوم من مخيم جنين بعد أن أجبر الاحتلال المواطنين على مغادرة منازلهم يحيى قبل قليل فقط هناك عائلة أخرى خرجت عبارة عن مجموعة من النسوة والأطفال شاهدناهم وتحدثنا معهم وقالوا أن خروجهم جاء بعد أن أبلغهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه سيقوم بتفجير أجزاء من منزل بجانبهم منزل جيرانهم لذلك هم رفضوا ذلك وقالوا أنهم يجب أن يخرج إذا كان هناك تفجير كبير خشية على الأطفال من اغتدادات عملية التفجير الجيش يقوم بعمليات تفجير لأجزاء من المنازل مداهمتها وكذلك أيضا يطلق الرصاص بشكل عشوائي على الأقل خلال الساعتين الماضيتين خفت حدة اطلاق الرصاص الذي كان متواصلا منذ ساعات الصباح وكذلك صوت الانفجارات أصبحت متقطعة منذ ساعات الصباح أخذ الأمر منح جديد تصاعد في منطقة مخيم جنين مع اقتحام أوسع لجيش الاحتلال الإسرائيلي تضييقات على حركة المواطنين الفلسطينيين أكثر فأكثر شبه منع تجوال لم يعلن الجيش منع التجوال لكن الناس لا تتحرك ومرابطة في منازلها العديد من العائلات ترفض الخروج ومن خرج فقط يخرج إما تحت تهديد السلاح الكبير أو أنه انتهت المؤن الموجودة بداخل منزله له ولأطفاله وللنساء خاصة ما يدفع الناس للخروج إلى منطقة قريبة المواطنون الفلسطينيون طبعا بحالة سيئة للغاية خاصة أننا نتحدث عن قطاع الكهرباء والقطاع الماء وأيضا تشويش كبير على شبكة الاتصالات والإنترنت منذ اللحظة الأولى من اقتحام جيش الاحتلال لجينين المستمر منذ أربعة أيام ونتحدث عن أن المواطنين الفلسطينيين يضطرون للخروج لكن المعظم منهم طبعا لم يخرج ويرفض فكرة الخروج أيضا من منازلهم ومن هذا المخيم نتحدث أيضا عن وجود شهدين هذا ما أعلنته وزارة الصحة أبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغها الارتباط الفلسطيني بذلك وهذا يعني الترتيب الذي تحدث به يعني أن جيش الاحتلال قام باحتجاز جثماني الشهدين إضافة إلى بلاغات للهلال الأحمر الفلسطيني عن وجود إصابات الهلال قال في أكثر من بيان أنه حاول ثلاث مرات بعد التنسيق مع جيش الاحتلال أن يصل إلى داخل المخيم لنقل الإصابات إلا أن الجيش منعه ورفض ذلك ولم يسمح للطواقم الطبية بالعمل نتحدث عن حصار مطبق على مستشفى خليل سليمان الحكومي وأيضا انقطاع الماء عنه أعلن المستشفى بشكل رسمي أن قسم الكلا تم إيقاف العمل به والمرضى الكلا سيتم نقلهم إلى مستشفيات مدينة نابلس الأقرب من جنين إضافة إلى أن الحالة الطبية مزرية للغاية كون سيارات الإسعاف عندما تخرج يتم تفتيشها وعندما تدخل يتم تفتيشها وبالتالي حتى الإصابات التي تصاب برصاص الجيش لا يتم نقلهم إلى المستشفى إذا ما وصلت الطواقم الطبية هناك البيانات الرسمية عن 14 شهيدا منذ فجر الأربعاء حتى اليوم في منطقة جنين بشكل رسمي أبلغت وزارة الصحة عنهم ولكن قد يكون هناك شهداء وقد يكون هناك إصابات أخرى مع صعوبة الدخول لهذه المنطقة نحن نتحدث عن منطقتين رئيسيتين في الاقتحام الحي الشرقي ومخيم جنين واليوم عاود الجيش الاقتحام المخيم بشكل واسع طيب فادي كيف تعامل الاحتلال مع إصابة بعض جنوده في كمين داخل المخيم هذا اليوم بعجالة لو تكرمت نحن نتحدث عن طبعا أن الجيش ركز في عملية الاقتحام بالتأكيد على نقطتين كما ذكرت لك هي مخيم جنين ومنطقة الحي الشرقي ولكن في اليوم الثاني والثالث كان يركز أكثر على عمليات تجريف ومداهمة منازل في الحي الشرقي لم يكن هناك مداهمة كبيرة في مخيم جنين اليوم يبدو أنه تفاجأ من خلال تفتيشات لأنه يطبق الحصار على المخيم من خلال تفتيشات المنازل بكمين لدى المقاتلين الفلسطينيين على الأغلب بأنهم شابين الذين تم احتجاز جثمانيهما كان ينصبان كمين لجيش الاحتلال وأطلق الرصاص والحديث من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيل التي اعترفت بمقتل جندي وإصابة آخرين في داخل هذا المخيم حتى أن حوامة وصلت إلى مكان قريب لنقل الإصابات إلى مشفى بحيفة نتيجة الكمين الذي رصده هذين الشابين الشهدين نتحدث أيضا عن تعزيزات أكثر كان قد قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي لداخل أزقة المخيم واستمعنا أصوات الرصاص لم تكن بمنطق الاشتباكات يحيى وإنما منطق الرصاص الذي يطلقه جنود جيش الاحتلال المشاء القنابل المحمولة على الكتف وعمليات تفجير المنازل التي ما زالت مستمرة من جهة جنش الاحتلال الإسرائيلي ولا توجد مقاومة مضادة بمعنى الاشتباكات المستمرة ما بين طرفين وإنما هو طرف واحد ينفذ عمليات المداهمة وهو جيش الاحتلال الإسرائيلي ويطبق حصاره على مخيم جنين أشكرك جزيلا مراسل عربي فاد العصى من جنين